السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمال بانس من فرنسا اليوم باش نعملوا فيديو باش نردوا على الملحدة الكافرة سلوى الشرفي بن يوسف اللي تتجرأ يعني تنشر كلام تنشر أراء إلحادية أراء تكفيرية فيما يخص الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته بالطبيعة في أوج شهر رمضان وفي آخر أيامات رمضان اللي هي مقدسة أيامات الأكثر قيمة والأيامات اللي نزل فيها القرآن الكريم نحب أرد عليها نشوفكم شفتوا شنو قالت في دونك الستاتيوم تاحها ذايا يحكي على تتشين أول نزل حلال في تونس والخمر فيه ممنوع والعوراء والعورات فيهم ممنوع وتحكي لا تقول تقول يعني ما معنى نزل حلال يعني الخمر الخمر ممنوع على النساء ومسموح للرجال والرجال لهم الحق في مفخضة الصغيرة عمرها ثلاثة سنين وعندوا الحق بالزواج بطفلة بستة سنين وتحكي لهم عند الحق أيضا في أربع نساء وفي أربع عبيد فيما ملكت أيمانهم يعني هي أخذت كل الكليشية الكليشية والإسلاموفوبة اللي يستعملوهم الغربيين يستعملوهم الغربيون لمحاربة الإسلام وتستعمل فيهم يعني لإذلال ومحاربة المسلمين في عقر دارهم وبالطبيعة هي من ألد الأعداء الاتجاه الإسلامي وحركة النهضة يعني حركة النهضة مزيلة كيف عملت دشنة نوز الحلال نوز الحلال بالحمامات وافتتحه رئيس الحركة النهضة راشد الغنوشي بحضور عدد من قيادات الحركة وممثل المكتب المحلي والكتلة البلدية برواد يوم أمس بنزل سوندرا كلاب أوتالا يعني هو سياحة بلا كحول تجربة رائدة تستحق التشجيع وهي خطوة من خطوات التونس المسلمة التونس الكبيرة التونس العربية المسلمة وهذا تزامن هذا الحفل تزامن مع افتتاح الموسم السياحي واحتفالا بالحركة بعيدها 37 سنة وقد حضر الافتتاح عدد من قيادات النهضة يعني استاتيوم تا سلوى الشرفي هو بنسير استاتيوم معناه سياسي بحث لمحاربة الاتجاه الاسلامي ومحاربة الدين الاسلامي ومحاربة كل افكار التي تنبع من المدين الاسلامي يعني بالنسبة لها نوز الحلال يعني حاجة خائبة يزم النوز يكون فيها حرام فيها الكحول وفيها العراء والقراء ذيك حاجة باية ذيك هو تسمى تقدم في المقالة متاح يعني تتجرأ الكذب والافتراع على الدين الاسلامي وتقول ان الخمر مسموح للرجال ومحرم للنساء والآية القرآنية واضحة جدا يعني الخمر محرم للناس الأجمعين بصرف النظر إذا كان الناس رجل ولا امرأة يعني لكل الناس للنساء والرجال ولنتذكر الآية القرآنية من سورة المائدة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميصر والأنصاب والأسلام رجص من عمل الشيطان فاجتنيبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان وأن يوقع بينكم العداوة والبغضة في الخمر والميصر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون من سورة المائدة آيات تسعين واحد وتسعين يعني النص القرآني صريح جدا يعني صريح جدا هو يعني تحريم الخمر على كل الناس وعلى كل على كل الناس بصرف النظر إذا كان الرجل أو امرأة يعني يصير وشرف في هذه الجاهلة يعني تتجرى وتقول الرجل عنده الحق في بشمش نوص الحلال عنده الخمر مسموح به ونجم ونجم يجي مع رضيع المفاخ رضيع بد ثلاث سنين كيف ما تصور لها لا هي يعني هذا كذب افتراء على الدين الإسلامي ما فيش حتى آية في القرآن الكريم التي تسمح بهذا ما فيش حتى حديث في الصنة ليسمح بهذا هذا كل افتراء على الدين الإسلامي وهذه إسرائيليات يعني جباها اليهود المتأسلمين من التلمود متاحهم التلمود هي الشريعة اليهودية التلمود يسمح يسمح بالبيدوفيلي يسمح بالمفاخر الصغير منذ الصغيرة منذ العمر ثلاثة سنوات يعني هذا افتراء على الدين الإسلامي وهذا يعني بروباجوندا إسلاموفوبيا يستعملها في الصهاين يستعملوا فيها الإسلاموفوبيين في أوروبا ضد الدين الإسلامي هذا كذب في كذب وبطبيعة من نحب نعمل فيديو هذا لكثرية باش نقنع الشباب الناس هذوما ناس جهال وناس يخدموا في أجندة سياسية عميلة للغرب وعميلة للصهاينة والمرأة هذه تحكي وتقول يعني الرجل اللي ينزل في النزل الحلال مع ابنية بن 6 سنين باش يفخذها بطبيعة هذه تقصد يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختب عايشة عمرها 6 سنين وتزوجها في عمر 9 سنين هي يعني يعني تقيس في قرون الوسطى بمقاييس القرون الحدثية يعني بمقاييس الحدثة وهي يعني نسيت إلا هي حاجة طبيعية جدا في القرون الوسطى إن الإنسان الملك يتزوج ببنية صغيرة ستة معنى كلكشوز تتفيا النغمال تتفيا حاجة عديل وهذا سأثبته لكم بتاريخ ملوك فرنسا يعني لويت خاز يعني تزوج بآن دوتخيش عمرها 13 عام في 1615 ملك آخر من ملوك فرنسا شاغل لويت لفابل تزوج بمارغوريت دوتخيش في 1553 عمرها ثلاثة سنين يعني كمم يعني 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 عمرها جوز 1284 و هي معنى هي مولودة في 1273 نزيدو ملك آخر يعني ملوك فرنسا كل هم تزوج بنات صغار كلوتير يعني يعني تزوج بإنغان جارماني عمرها سبعة سنين في 517 و هي مولودة في عام 510 يعني هي يعني تاخد في تقيس في عرف وتقاليد المخص متاع الناس متاع القرون الوسطى بمعايير القرون الحديثة وهذه طريقة غير علمية طريقة يعني ما عنداش حتى اعتبار تاريخي وهي معناه قادة قادة يعني هي توا قادة تغش في الرأي العام يعني هي قادة تغش في الرأي العام وتكذب عليهم وتوسخ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بمقييس غير يعني غير علمية وكيما قلت لكم الزواج بالبنات الصغيرات كانت في عرف العرب في ذلك الوقت وكانت في عرف الأوروبيين في ذلك الوقت حتى لوقت بعيد حتى لوقت يعني حتى القرن التاسع عشر كانت حاجة عادية للاخر إن إنسان عمره يعني أربعين خمسين عام يتزوج ببنية صغيرة ستيجع عنده وبنسبة ليه هو حق من حقوقه وكانت حاجة مقبولة من المجتمع الأوروبي في القرون الوسطى وحتى في القرون القرون الحداثية متع ست يم سيكل ست يم سيكل وكانت حاجة عادية للاخر ومقبولة يعني مهاش سبيسيفيكة للعرب مهاش سبيسيفيك مهاش خاصة بالرسول هي كانت في عرف وتقاليد وعادات المجتمع مجتمعات القرون الوسطى من بعد السيدة هذه تحكي على البوليجامي على تعد الزوجات يعني بطريقة تهكمية الإنسان المسلم يجب يعرف الإسلام متاعه والقرآن متاعه تعد الزوجات هو مشروط بإن الشرط في القرآن الكريم يعني تعد الزوجات هو مش معمولة للشهوات مش معمولة يعني لتعدد النساء هو معمول يعني هو حل من الحلولة للمجتمع في حالة حرب وفي حالة نمو ديمغرافي غير كاف يعني شوفوا معانا الصورة صورة النساء الآية الثلاثة من صورة النساء وتشوفوا يعني كيفاش ربي شرع التعد الزوجات لمصلحة المجتمع وإن خفتم لا تقصتوا في اليتامة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنة وثلاثة ورباعة فإن خفتم لا تعدلوا في واحدة أو بملكة أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا يعني التعدل الزوجات هو حل من الحلول يعني التعدل الزوجات يشوفوا يلقى رواحهم من غير أب من غير حد ما يعولهم في حالة حرب بتبيع الإنسان ذاكا الراجل باش يتبنى المرأة باش يخذها ويتبنى أولادها يعني التعدل الزوجات هو حل من الحلول في حالة حرب وفي حالة مجتمع يلقى روحه يعني مخرب وفي حالة نمو غير كافية للمحافظة على هذا المجتمع وتعدل الزوجات هو موش فرض عن المسلم هو حق من الحقوق حقوق الرجل في حالة يعني مشروط بحالة يعني اجتماعية ومشروط بالعدل يعني إذا الراجل من جا مش يعدل بين النساء و بين زوجاته دونك من الأحسن أنه ما يتزوجش وما يعددش يعني هي تعدل الزوجات يعني كنترارمون أو بريجوجي يعني سيكو بونس لزوت تعدل الزوجات هو يعني حاجة نormal من عندها للمجتمع ومش يعني منجموش نعيبو المجتمع المسلم بتعدل الزوجات وإذا تشوفو إذا تقارنو تعدل الزوجات بلمرياج غي المرياج ديزوموسكسويل شوفو لزافنتاج متاع التعدل الزوجات وشوفو لزافنتاج متاع المرياج ديزوموسكسويل وتتشوف لالديفيرانس يعني إذا شرعوا ربي لمصلحة الإنسان لمصلحة المسلم الإنسان المسلم إذا شرعوا الإنسان مثل المرياج غي ما فيش حتى مصلحة للإنسان ما فيش حتى مصلحة للمجتمع وما ثم تحكي زادا على مملي على ملك اليمين يجب أن نعرف يا ناس الإسكلافاج ملك اليمين هو كان السيستام يكونوميك يعني النظام الاقتصادي النظام الاقتصادي الذي يسود العالم في القرون الوسطى يعني الإسكلافاج موش خاص بالعرب موش خاص بالمسلمين الإسكلافاج أيضا عند الأوروبيين وعند الأمريكان يعني سيستام إيقونوميك يعني الدين الإسلامي ما كان نجم يحارب النظام الاقتصادي هذا إلا بالأخلاق يعني هو الدين الإسلامي شجع على عطق العبيدة يعني منجموش يعير يعني هي تعاير في الدين الإسلامي بالإسكلافاج الإسكلافاج سيستام لسيستام إيقونوميك غانيون يعني السيستام إيقونوميك السائد في العالم ذاك وإزمونا نعرف الإسكلافاج هو أصله مش من أصل عربي هو من أصل إغريقي يعني الإغريقة في العالم في العالم في العالم في العالم الماضي الأغريق هم اللي بتدعو الإسكلافاج وكان المجتمع الأغريقي منقسم إلى أحرار وإلى عبيدة وكانوا العبيد ما عندهم مش حق في الديمقراطية الأغريقية وما عندهم مش يعني نفس الحقوق كالأحرار يعني اللي يعاير في الدين الإسلامي يعاير في المسلمين بالإسكلافاج هو إنسان جاهل بالتاريخ الإنسانية هو إنسان يعني يقيص في 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 القرون الوسطى بمقاييس حدثية وبالطريقة هذية غير علمية وغير تاريخية وبالطبع هو الهدف هو الاستهزاء بدين الأسلامي الاستفزاز والأكثرية هو التأثير على شبابنا بش يكون يعني ملحد وبش يكون يعني معادي للدين الإسلام والأخلاق الإسلامية والأكثرية هما الحرب قايمة على الإسلام السياسي ونظام العبودية القديم هو ما زال متواصل اليوم مع النظام العمال يعني يسكن أبلو سالاغيا يعني العامل اليوم موش عايش بطريقة مريحة يعني مزالت مزالوا الناس معناهم عايشين تعبين في حياتهم المعيشة غالية يعني النظام العبودية القبل كان يضمن العبد يعني المسكن المسكن بلاش المسكن المسكن غاتوي يعني الحماية وسي من طرف الباترون بتاعه العامل اليوم يعني يلقى روحه وحده يعني هي عبودية جديدة بالأكثرية العبودية أيضا بالنسبة للبنوك يعني كنت تاخو قرض وتعدي عمر كامل تخلص فيه بالأداءات وبالنترين بتاعه هذا نوع من نوع العبودية يعني يعني عبودية حدثية ونخليكم تاوي يعني نحب نكمل الفيديو بتاعي ونقول ربي يهدي الناس الكوليكي هذا الرد بتاعي على سلوى شرف بن يوسف اللي كله اسلاموفوبي ومتأثر بال متأثر بالبرباجون الاسلاموفوبية المسعورة اللي قادة صايرة في أوروبا ضد الاسلام المسلمين وبطبيعة الانسان هذا إذا كان جاهل بالتاريخ كان جاهل بالقرآن المتاع وجاهل بالحديث ويقول أنا بغمية وقالة تكتب في كتب يعني ضد الاسلام والاسلام وردته معناه دين عنيف ضد النساء هذا يعني كله جاهل والجاهل وعمالة يعني عمالة لأجندة سياسية خارجية عن تونس عن تونس الوطن دون خليكم تهوا رمضانكم مبروك عندكم أفتار شاهي متنساوش المشاركة في قنواتي في يوتيوب مع أبالبنس ومع معركة الوعي بسلامة وإن شاء الله في مرة قادمة اشتركوا في القناة